لاحظنا مهرجان اسطنبول ما يقارب من مليوني مواطن انتهى بشكل منظم يعني لم نشهد ضربة كف كما يقال والحشود الانتخابية الأخرى في أكثر من مدينة تركية مستمرة متواصلة ما في مشاكل حصل بعض المنغصات المحدودة جدا طبما هل هذه مبرمجة هذه المنغصات ويمكن أن تكبر ولا لا الأمور منضبطة ومحدودة إذا قارنا هذه المنغصات بالانتخابات السابقة نرى أنها طبيعية وضمن المحدود لكن حجم الاستقطاب بين الطرفين كبير جدا لدرجة أنه شلفة حجر كما يقال سوف يعني تؤذي أو تؤدي إلى آخرين الأمر الثاني بالنسبة للحشود هناك حزب العدالة والتنمية من عشرين سنة إلى الآن هو أكثر من ينظم حشود وهو أكثر من يدير التجمعات الكبيرة وهو أكثر من يعرف كيف يخاطب هذه الشعوب الكبيرة بالتالي لن يقع حزب العدالة والتنمية في خطأ مثل هذا الخطأ الذي يسمح فيه للمعارضة باستغلال هناك أمر جدا مهم الأمر أن في تركيا قسمين قسم حكومة موجودة من عشرين سنة وتعمل في الاقتصاد وفي السياسة وفي العسكرة وفي السياسة الخارجية وهناك القسم الثاني أيضا الذي ينتظر خطأ اقتصادي خطأ سياسي خطأ عسكري خطأ يودي فيه إلى الهاوية في الشهر الأخير النظر يعني بالنسبة للناخب التركي ليس على حجم الإنجازات علما أن الناخب التركي ينظر إلى جيبه وأي ناخب في العالم ينظر إلى تأثره المباشر بهذه الانتخابات لكن كان التركيز أكثر على من يخطئ أكثر وبالتالي الطاولة السوداسية وبمرشحة كل جدار أولو كانت تظهر جدا على العلن على الأعلام على الحشود وبالتالي كل ما خرجت أكثر كل ما كانت أخطائك أكثر وعدم الانسجام الموجود في الطاولة السوداسية أدى إلى أخطاء أكبر يعني يظهر حزب السعادة ليدلي بتصريحات مختلفة عن ما يدلي بها منصور يوش الذي هو على النقيد يعني واحد إسلامي يميني وواحد قومي يساري يظهر أي مرشح من المرشحين يخطئ بأخطاء يستفيد منها حزب العدالة والتنمية في تحشيد الجماهير إلى هذه النقطة بدليل أن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي في حشد يوم الأحد الماضي كان يركز دائما في الفيديوهات التي عرضها على أخطاء حزب العدالة والتنمية على المطبات التي وقع فيها حزب العدالة والتنمية يعني يقول نريد أن نلغي ضريبة الدخل على أول سيارة يظهر أردوغان ليقول أنه نحن ألغينا هذه الضريبة قبل سنتين هذا جالب مهم لكن عن الاحتقان الذي أشرت إليه خلينا أتابع معك شكرا